دخلت صدفة على أدهم أخو جزحة وهو بغير هدومه أدهم ببوصلها فزع وبقول واه صدفة خير يا بالتعمي اللي دخلك علي يا الجاعة من غير ما تستأذنك ده واه هو ماله فيها إيه يا دهم يا ابن عمي فيها إيه يعني لما شوف واد عمي محتاج إيه ونقص إيه حاكم مرتك مشغولة بالجامعة والروحة والجيع والصار محاسكك طول النهار مهيش وأخد بالها منك ولا من وكلك ولا من شربك وأني بردك مانيش مرتخوك وبس داني بيت عمك واه يا صدفة مالك بتجربك ده ليه وبعدين إيه الهدوم اللي انت لابساها دي انت زاي تدخل علي بالمحزج والملزجك ده مش تختش يا صدفة ولا ليه بقولك إيه يا دهم أنا جاية أقولك أجاية أقولك اللي في قلبي واللاني خبيته عنك من زمان حاكم أنا أنا يا أدهم اتجوزت أخوك بكر غصبا عني علشان بس أكون جارك وجنبك إنما أنت بقى لما أخدش بالك وسبتني وهملتني عشان تتجوز الست وعد وقاليه سيبها تروح الجامعة وتتصار محفي الشوارع بقولك إيه يا أدهم يا واد عمي أنا ريداك وبحبك سيبك من إنك متجوز ولناني متجوز أخوك أهم حاجة إن إحنا نبقى مبسوطين وبس أدهم بسرعة بزقها بعيد واضربها بالألم على والشحة وبقول اطلعي بره يا فاجرة واحد غيري كانت لافة البندجية وطخك عيارين وخلص منك ومن عارك اتدلي على تحت في الضوار وأقسم بالله إن شفتك تاني لكوني مخلص عليكي الصدفة بتبصله بغل وبتجري على قضيتها لكن بتفكر إزاي تنتئم تنتئم من أدهم ووعد مراته والبيت كله الحكاية كبيرة قوي وحصلت في صعيد مصر بقلم المبدعة مشيرة محمد يلا نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في ضوار الشيخ مهدي كبير الصعيد الحجة لبيبة امراته البيت مقلوب لجل فرح ولادهم أدهم وبكر الحجة لبيبة بتنده على الشغلة وتقول يا أزهار انت يا ولية يا أزهار انت انت رشتي ولية لا تكونيش عجزت يا ولية وما عنتيش سمعاني عاد أزهار بتيجي تجري من المطبخ وهي ستة عندها حوالي خمسة وخمسين سنة هاني أهاجيت يا حجة نعمين أؤمري حقك علي يا حجة لبيبة حاكماني لما بدخل المطبخ في وسط البنتة اللي شغالين ما ببقاش سمع حاجة من ضحكهم ومسخرتهم وبعدين هنقوليه شباب عاد وفرحنين عشان فرح سأدهم به وسي بكر به ربنا يتمم بخير بقوليك يا ولية يا خرفان أنت إياك يا ولية أنت عليك نوبة تانية وما ترديش عليها بسرعة حاكم انت عارفة وأدهم ولدي زمنات جاي من الأرض وأبوه الشيخ مهدي كمان وبكر خوه ولو جم وما لقوش كل حاجة جهزت هتكون وقعتك مطينا بطينا لا يا حجة كل حاجة تمام التمام البنت جوة جهزوا كل حاجة وبس الرجالة يخلصوا الدبايح وجبوا لنا اللحم ونسووا الأكل والبلد كلاتها كل حاجة فضلت خيرك ربنا يفرحك بيهم وتشوفيهم أحسن عرساني بإذن الله طب يا أختي بطلي بجرط وشيع يحد يشوف الرجالة إن كانوا خلصوا الدبايح ولا لسه وشيع يحد للحاج مهدي يشوفوا جاعد في المنظرة ولا لسهتوا مع الرجالة واللقه جاعد يقولوا ياجي ضروري أنا عايزها في التو واللحظة حاضر يا حاجة إعيوني ليك بس بقولك إيه سيجع عليك حبيبك النبي ما تتعصى بك دهي حاجة لبيبة حاكم إنتي لما بتتزرزري وشك بيحمر والدموية بتبقى هتطط من وشك وإحنا يا خيتي خايفين عليك ده أنتم العرسان عاد وعندي تجمع الرجالة والدبح بمناسبة فرح زينة شباب البلد أدهم وبكر الكل بيبارك وهني أدهم بيقول هم يا وعد انت وهو عاد السمسي جربت تغيب هو أنتو مالكوا لكعيك ده الناس كل واحد حاطت حلته على البتجاز ومستني حتة اللحمة بتاعته بكر أخوه الصغير الخبيث اللي كل كلامه ظهر بقرب من أدهم وقول واه يا أدهم فيها إيه يا خوي لما السمسي تغيب إياك تكون فاكر إن دخلتك الليلة إيه ده كده يا خوي ده دخلتك باجع عليها تلات ليالي واه سدي خشمك يا بكر وبلاش جلت حي عاد وهم خلينا نطمنوا إن الدبايح توزعت علي يستحقوها وبقول لك إيه بلاش لكاعة وإياك إياك يا بكر تجف تتحدث مع العيال الخيبانة دي وتنسى الدبايح وتوزيحها على الفجرة والمساكين هو إحنا كل يوم يا ودبوي بنتجوز ولا بنعملوا حاجة لله طب بالراحة ومالك محموق علي إيه بقول لك إيه ده اللي يلمحك وانتحالك مجلوبك ده يقول عليك إنك مغصوب علي الجوازة وإنها مش على هواك أم لانا عمليها عاد إلا بوك جوازني من صدفة بالتعمك بالجملة عشان خاطر يرضعمنك إنما انت يا خوي هتتجوز وعد باتخالتك العشق حاكم انت يا ودي أدهم طول عمرك محظوظ البت وعد دي كانت زينة بنتة الكفر كله وكل الشباب يتمنوا يتجوزوها إنما هي بقى اللي اخترتك انت وقالت لازمة أتجوز أدهم وادخالتي أم ليه هي يعني هتلاقي زيك وادمي تعلم وخريجي الجامعة إيه اللي قل لي يا أدهم هي الجامعة دي حق البنات بيقعدوا جنب الولاد فيها وهو وهو أما انت رطاط بصحيح بقول لك يا بكر هم يا ولا هم يشوف الرجالة خلصوا الدبايح ولا لسه هو هي والدبوي هو انت على طول متزرزر كده تب جل بزمتك هو أنت مش مبسوط إن انت دخلتك على وعد كمان تلات أيام عارف يا واد يا أدهم يا خوي أنت زيك كده زيware وا ما تتكلم يا واد على طول زي زييه هو أنت بتقول كلمة وتنقطني بيها واللي بصراحة ربنا يا أدهم يا خوي أنا خايف منك ماني خابرك أيه؟ دك ترشى والعمر ماهوش بعزجا إديني الأمان وانا جول لك على طول طب يا بكر ليك الامان جول بجا انا عامل كيف ايه بني وبينك يا ادهم يا خوي انت عامل كيف البت البنوت اللي مستحية اللي دخلتها بكرة يلا سلام عليكم بكر قال الكلمتين وهو بيدحك وبيجري من قدام ادهم لان عارف ادهم عصبي وراجل اوي وحمش اوي ويده طارشة اوي 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 وفي الضوار دخل بكر يجري وقعد جنب امه الحج لبيبة وهو بينهج ومش قادر يجيب النفس سلام عليكم كيفك يا امه عامل ايه يا حج لبيبة وهو وهو ما لك يا ولدي خير مالكك ده بتلقف النفس لكف ايه يا ولدي وبترمح منين كيف الحمار الهايج اسكد يا امه اني برمح جدام ادهم ولدك اسكدي ده جاي ورايا ولسه بكر ما خلصش كلامه دخل ادهم بوقاره ورمى السلام وقال سلام عليكم ياما كيفك يا حج لبيبة ولدك المتجلع ده بيرمح عشان لستاتو عيل صغير لستاتو معجلش ياما والله ما انا خابر ولدي شيعت الدبايح للعرائس شيعت الدبايح بتاعة وعد عروستك والدبايح لدار عمك اللي بدته صدفة وهتتجوز اخوك بكرا ان شاء الله وهنا دخل الحج مهدي وقال كله تمام وزين يا بيت الاصول ما تعتليش هم انتي وبعدين بقولك ايه يا لبيبة جلبي اياك تتعبي ولا تتزرزري على النسوان اللي شغالة في الدار ما انتي عارفة انك لما بتتزرزري بتروحي من نينة واني بصراحة ربنا عايز اجوز الولد ونبدأ اني وانتي من اول وجديد بكر قعد يهزر وبص الادهم وقول اه شوف وتعلم يا ودباي اتعلم تقول وما تخبيش وما تخجلش من عشقك شايف ابوك الحج مهدي بجلالة قدره مجلع الحج لبيبة ازاي ومدلحة في السر وفي العلن كمان واه اقتم يا ولا كيفيك جلت حيا وبلح حديدك الماسخ دي ماني بقول يما كنا نقطعوا لسانه وانفرجوها على الخلق بس اقول لك ايه لا حلال عليه بتعمي صدفة هي غلبانة وتستاهد الكل قعد يتحل وكأن صدفة دي بلوة وتبلى بيها بكر الحج مهني شدي بكر من جنب لبيبة وقال جم يا ولا جم يا بغل انت جاعد جنب مرتي ليه بقول لك ايه حج لبيبة انا عايزك تروجك ده وتلبس الجلبية الجديدة بتاعتك وتتصيغي على الاخر انا عايزك ولا العرايس نسوان اولادك عاد الحج لبيبة اتكسفت وحطت وشاة في الارض وقالت هو هي حج مهدي هو احنا لساتنا صغار وليه جلبية جديدة ايه اللي لبسها وصيغتيه اللي تصيغ بيها ده احنا خلاص عدينا الستين عاد هو انت هتفضل تدلعنك ده العمر كلاته الحج مهدي بطبطب عليك اتفهه وبقول يا اولاد انا عايز اقول لكم ان المحبة عمرها مت الدارة والعاشق دايما سره مفضوح حتى لو ما تكلمش عيونه فضحاه وافعاله شهد على عشبه ده وبنات الاصول لازم يتجلعوا ويتهننوا حجهم يا ولدي وربنا ورسولنا امرنا ووصانا خير بيهم ولا ايه يا ست الكل لبيبة بتبصلوا بتبتسموا بتقول عشت وبقيت يا غالي يا سيد الرجالة وسيد الناس انت ادهم ببصل ابوه بقول هي اسلام فمك يا بوي بقول لكم ايه ربنا يتمم بخير انا بقول بقى كل حي يداري على شمعته تجيل وهنا بقري ببصل اخوه قول يا ادهم يا خوي كفاية عجلي بقى ما سمعش ابوك بقول ايه العاشق مفضوح وانت يا خوي مفضوح انت وعد والبلد كلاتها عارفة انكم عاشقين بعض مش زي اني يعاني علي اللي متجوز كمالة عدد تعالوا بقى اقول لكم من بكر وادهم اللي فرحهم الليلة ادهم وبكر ولاد الحج مهدي كبير البلد ادهم هو ابنه الكبير ومن صغره وهو رايد بنت خلته وعشيئها والكل عارف ده كويس اما بكر ده الصغير بس صفاته عكس ادهم خالص الحج محمد اخو الحج مهدي كان دايما طمعان في اللي عند اخوه ومستكتره عليه وكان كل همه في الدنيا يجوز الولدين ادهم وبكر لصدفة وصفاء بناته بس طبعا ادهم رفض انه يتجوز صدفة علشان القلب وما يريد الحج مهدي كان فاهم اخوه حفظه صم لكنه عمره ما جرحه ولا ايسي عليه كان دايما يقول مش هاب انا والدنيا عليه ربنا ما رزقوش بالمال ورزقني انا وعطاه البنات وعطاني البنون واحنا بنا ادمين وانفوسنا ضعيفة وانا هزره ادهم كان مخلص بكالوريوس تجارة وكان ايده بايد ابو عكازو لان هو لماسك الارض والتجارة بتاعتهم ادهم كان في امكانه يتجوز من زمان اوي من وعد لكن هو عارف كويس اوي انها حب التعليم وحب تدخل الجامعة لكنها بعد السنوية العامة ابوها اعادها ورفض انها تدخل الجامعة لكن ادهم وعدها انه هيخليها تكمل تعليم وبعد صلاة العصر كان الحج مهدي قاعد مع شيخ الجامع وبيتكلم معاه في كاتب كتاب ادهم وانه عايز يكتب هنا في المسجد بس لسه ما تحددش المعيد قرب منهم الحج محمد اخو الحج مهدي وسلم عليهم واقعد معيهم السلام عليكم الشيخ والحج مهدي ردوا السلام الحج محمد قال خير يا مهدي يا خوي لسا تكهنه لي هنا شيخ المسجد رد عليهم وقال وهي حج محمد هي الجاعدة في بيت ربنا شيء غريب ولي لا يا شيخنا انا ما قصديش بس مهدي اخوي عنديه شغل كتير في الارض وهو ما يهملش الارض واصل من غير سبب يعني خير يا محمد يا خوي خير ما تجلكش انا بس نويت والنية لله اكتب لأدهم وكنت بشور الشيخ اني نعجده هنيه في الجامع عشان ناخده البركة واه تعجد لأدهم يعني خطبت له كمان واني اخر من يعلم اكدهي صح بردك يا محمد يا خوي استهدى بالله انا لساتي لا عملت حاجة ولا حددت حاجة احنا بس يعني كلاتنا عارفين ان أدهم رايت باتخالته واحد منو هم لسه صغار والبلد كلاتها عارفة انا رحت لأهلها وتحدتنا مع بعض والناس موافقين ومرحبين وجالوا اللي تعملوا احنا موافقين عليه الحاج محمد ما لمحه بقت كلها غل وكر وقال اكدهي طيب اسيبكوا انا اتحقوا برحتكوا واسيبك تت في جمع شيخ الجامع على كتب الكتاب ومبروك يا خوي مبروك لولدك مهدي فضل يتحيل عليه ويساب شيخ الجامع وخرج مع أخوه وهم ماشيين في السكة محمد كان ساكت طول الطريق بس مهدي تكلم وقال ما لك يا محمد يا خوي ساكتك دهليه ومتقدر من ساعة ما قلت لك اني خطبت وعد لولدي أدهم يعني عايز نرجس وافرح واني شايفك متكبر حليا وشايفني مش جد المجام حاشا لله يا خوي ليه بتقولك ده ده انت اخوي والدابوي اخوي الصغير واني عيوني ليك بقولك ايه يا مهدي يعني لما تسيب بنات اخوك ياخدوهم اغراب وولادك يتجوزوا من برا العيلة يبقى ده في شرع مين يعني ما نعدي بتي صدفة كبيرة اتليج لأدهم ولدك والبت كان طول عمرها فاكرا ان واد عمها هياخدها وصفاء بتي الصغيرة ياخدها بكر ولدك انما انت بجا رايح تجيب وعد عشان جليه ولدك عشجها يا محمد يا خوي استهدى بالله الدنيا تغيرت وزي ما قلت لك سابق ادهم ولدي عاشق وعد باتخالته وطول عمره وعدها بالجواز وبعدين يعني يا خوي الناس خلاص محدش عالي بيغصب على حد في الجواز ده جسمه ونصير يبقى خلاص بكر ولدك ااخد صدفة بتي ويدخل في نفس الليلة مع ادهم وعد كمان الحج مهدي ادفاجئ بس يرد وقال له والله يا خوي ده يوم المدع بس بردك زي ما قلت لك جاب لي سابق انا مليش صالح انا هعرض الموضوع على صاحب الشأن وهردو لك خبر بإذن الله خير محمد عليها السليم وقعد جنبها وقال مالك حجل بيبة مالك جعد الحالك ليه اما الفني الولد عال دول سيبيني من بدري هادهم لستاته في الارض وبكر نايم فوق لستاته نايم لدلوقت وراحت عليه نومة كل شوية ابعت له الولية اظهارت صحيه يقول لها لسه بدري لسه بدري والله ما انا عارفة الوده فلتانك ده ليه امه البقى لما يروح الجيش هيعملوا وسووا فيه ايه مالك اخوي حساك جده مهموم وشكلك مش كيف ما كنت طالع من حداي ده انت كنت طالع كيف الوردة المفت وقلت لانك رايح لشيخ الجامع عشان تتفق معاه ان احنا نكتبوا كتاب ادهم ووقع عنديهم في الجامع قل لي ايه اللي حصل يا اخوي وايه اللي غيرك كده الحاج مهدي اتنهد وقال بقول لك ايه يا لبيبة انا محطوط في موقف ما يعلم غير ربنا محمد اخوي زعلان ان ادهم هيتجوز وعد وكان بقول ان بيته احج بيه وعشان كده خطب ولدي بكر لبيته صدفة وقال كمان يعجل عليها في نفس اليوم اللي يتجوز فيه ادهم وعد واه وهو احنا هنغصبه على الرجال عاد دي البنتة يا حج ما بقاش بيضغصب عليها وكيف الحج محمد اخوك جدر يرخص بيتك ده لا ده اخوك اكيد جارنا مخو حاجة بكر كان صحي ودخل عليهم وسمع الكلام اللي دار ما بين ابو وامه بكر هو بقرب منهم وبقول ما تشيلش هم يا بوي انا موافق وهيبقى الفرح فرحين لبيبة بقصت لابنها وقالت كيف بس يا ولدي وهي كتلك في السن وانت كمان لسه قدامك الجيش بتاعك مهدي سأل بكر وقال استن انت بس يا حج لبيبة انت يا ولدي متوكد انك رايت صدفة يعني عاشقها كيف مخوك عاشق وعد باتخالتك والله يا بوي عادي لا يريدها ولا كريحة بس يعني هي بالتعمي واني اولى بيحة بس يعني لو انت والمي عنديكم اعتراض يبقى نفضها سيرة لا يا ولدي لاني والمك عندنا اعتراض وزي ما انت قلت عن العجل هي بيت عمك وانت اولى بيحة وعمك محمد غلبان وهيبقى طوعك والبت كمان هتبقى طوعنا يبقى على البركة يا ولدي الليلة نروح نتفجو لاخوك وبكرا شاء المولى عز وجل نروح نتفجو ليك وتم الفرخ وعالية الزغرية والكل اكل وشرب في بيت الحج مهدي والعرايس كانوا زي الامر هي طبعا وعد احلى بكتير قوي وادهم كان سعيد ومبسوط واضل ليلة كلها رأس وغنى اما صدفة فكان جواها غل وحقد لكل اللي في البيت واولهم وعد ومن الواضح ان صدفة هتورينا ايام ما يعلم بيها غير ربنا نهاردة فات اسبوع على الفرخ والسبوع خلص كمان وفي قوضة ادهم وعد بصحيها وبيقول صباح الخير يا ست العرايس ايه يا ولاد الجمر اللي نايم جاري ده زي ما تكوني حرية ونزلت من السماء ايه سعد صباحك وبعدين عروسة ايه بجعات طب داني بجع لسبوع اها وخلاص المعرسة خلصت بجت كيفي كيف اي واحدة ست متجوزة لا يا ست البنتة انت هتفضل العمر كله احلى عروسة في عيني وست البنات كلاتها طب دانت نجاوت عيني وبت قلبي ربنا يقدرني واسعدك ويجعلك زوجة صالحة تدلني عليمن على الخير والصالح ويجعلك عون لي على شطاني وغدر الزمان ويجعلك لي زوجة في الدنيا وفي الاخرى كمان امين يا رب ربنا يخليك لي يا ادهم يلا بقى جوم وبطل كسل صلاة الفجر واجبت عاد وفي الضوار تحت رجع ادهم وابوه من صلاة الفجر مهدي بقول للكل اصباح الخير عليكم كيفك يا حج لبيبة كيفك يا وعد يا بتي ان شاء الله تكوني مرتاحة في دارنا صباح النور عليك يا بوي انا زينة ولمنت بخير ربنا يبارك فيكم ادهم ببصل لوعد وبيقول بقول لك يا وعد ام الفين خلتي ازهار خليها تطلع الجهاز الفطور حكم احنا الساعة ستة بالسانية لازم نفطر حاضر يا ادهم انا هندحها حالا بس انا جهازت الفطور وخليها النهار ده مرتاحة طلعت ازهار من القوضة وهي بتقول اصباح الخير عليكم انا صح يا ها بس واضحك ده ان الستة وعد اسم الله عليها شاطرة ودمها حامي داني سامعة خربطتها بجالها نص ساعة بتجهز في الوكل في المطبخ ربنا يبارك فيك يا بتي ويديك صحتك كمان وعندي بكر وصدفة في قدتهم بكر بقول يا صدفة جومي باجا صوت ابوي وادهم تحت وامي كمان وشكلهم كلاتهم نزلوا على الفطور جومي خلينا نفطر معاهم لا مليش صالح اللي يصحى يصحى انزل كيف انا انا لساتي عروسة يا دوبك ما كملتش سبوع بقولك ايه خلاص باجا بالتعمي انت سبعتي جومي خلينا نفطر وسوا وبعدين حس وعد تحت هي كمان مش كانت عروسة معاك ومن اليوم ده ابتدت تتفنن في المكايد والكسب الوعد عشان تخلي لبيبة تكرهها وتبقى عاقبة في طريق النواد تكمل تعلمها اللي ادهم والكل موافق عليه وكون مفيش على الحجر غير صدفة وبس وتقدر تاخد من البيت واهله اللي تقدر عليه مش قلتلكم صدفة باين كده حتورينا ايام ما يعلم بها غير ربنا وفي الضوار لبيبة بتنده لازهار هي ازهار انت يا وليا الله يخرب بيتك وليا ترشب صحيح يا وليا جلبي بيت قطع واني بنادي عليك كل مرة صدفة جات جاري وقالت نعم ياما عايزة حاجة اجيبها لك استخالتي ازهار رحت مشوار لوعد ولا ماني خابرة مشوار ايه عاق حاكماني شفتهم بيتواشوشوا مع بعض وبعدها طوالي ازهار مشت وبقت بتتلفت حواليها كانها رايحة مشوار سر وما عايزاش حد يعرف عني حاجة وانت خبراني ياما ما حبش هاتح شرف اللي ما يخصنيش واصل طب بقول لي كه يا بيت انت كمان بطل رط وروح يشوفولي وعد همي خليها تجيلي حاضري ياما عيني ليكي بس لو كنتي عايزة حاجة اجبها لك اني اني ياما تحترج ليكي ولسه صدفة بتتكلم مع لبيبة جات وعد لبيبة بس اطلع وقالت اظهار وين وكنتم بتتواشوش وعلي ايه انت وهي وبعديها طوالي طلعت متضوار ها لا ياما ابدا داني بس كنتي محتاجة حاجة ضروري يعني حاجة سر ملقى الزخانة وهي حراحة تجيبها لي اني ما لقيتش قدامي غيرها وما ينفعش اني اطلع من غير ما استأذن من رجلي وهو مش موجود واه ليه هك ده يعني كان مفروض تستأذني مني قبل ما تقولي لها تروح في اي حتة ولا انت فاكرة انك هتبقى كبيرة في الدار وهي كمان تسمع كلامك من غير ما تاخد مني الازن بص يا وعد انت صحيح بتختي بس الدوار ده ما فيهوش حد بيمشي كلمته بعد الحج ماهدي غيري اني هو اني عملتي ايه بس يما اني بس كنت عايزة حاجة جوام جوام وهي اللي كانت قدامي اكتم يا بت انت عترد علي الكلمة بكلمتها ويلا نجري من قدامي فبكل نفاق جريت وعملت كباية مية بسكر وجبتها لحمتها اتفضلي يما كباية مية بسكر ترد روحك وهد روحك يما مش كده بعدين تتعب منينا واحنا بنتمنوكي وسطينا انجر يا بيت انت التانية لا عايزة مية بسكر ولا عايزة حاجة غوري شوفي كنت بتعملي ايه كمليه وبعد صلاة المغرب الكل بيتجمع على العشاء وبعد كده كل واحد يروح لقودة بتاعته وطول الوقت ادهم ملاحظ الزعل على وش وعد لكن مش بيتكلم وفي قودته ادهم بقرب منها وبقول مالك يا وعد يا حبيبتي زعلانك دهليه ووشك متغير لا يا حبيبي ما فيش حاجة اني زينة ها طيب ماشي زينة زينة وان اللي كنت جاية فرحك وقلك عملت ايه النهاردة بس خلاص انت مزاجك مش رايق يبقى بلاش اتكلم ولا اقول لا عملت ايه خير فرحني قولي اي خبر يفك اليوم حبة لا لما تقول انت متقدرك دهليه اني هقولك عملت ايه صدقني يا ادهم ما فيش حاجة هواني بس اللي مصدع شوية بقولك ايه قول بك ماشي يا وعد تعالي بقى يا حبيبتي عشان اقولك اني النهاردة نزلت البندر وخلصت لك كل حاجة للجامعة وعا السبوع الجاي هاخدك معاي البندر نشتروا كافة شئ يلزمك لجل تكوني جاهزة لما الدراسة تبتني وعد وهي بتتنطط من الفرحة ومش مصدقة اللي بيتقال بصيت له وقالت بجد يا ادهم ربنا يخليك لي وربنا ما يحرمنيش منك واصل شالله يخليك يا رب عارف يا ادهم انت الوحيد اللي فرحت وفرحتني لما نجحت في السنوية العامة وقت كنت فاكرة انك مش هتوافق اني اكمل تعليمي كيف بتقولك دهيا اني عين ادهم كيف انسى واني خابر كيف انت متشعلقة في العلام واني عمري ما هحرمك من حلمك واصل ولازم ان تبقي احسن الناس كمان تدخل الجامعة وبإذن الله تبقي من الاوائل كمان طيب قلتي لابوي لابوي مهدي وامي لبيبة لحسن يعني يزعلوا ماني خابرة في بلدنا هنه البت مدام اتجوزت يبقى لا تروح ولا تاجي ولا تعليم ولا جامعة ولا اي حاجة من الكلام ده واصل بقولك ايه يا ست البنات هم خابرين زين وعارفين انني موافق وانا قلت جدامهم مرة وعشان خاطرك انا هقول تاني بس خلي باعتبارك انت مرتي يا وعد واني راضي يبقى تطمني في قوضة بكر صدفة ريحة وجاية متغاثة انها مش عارفة تاخد لبيبة على حجرها ولا تتمكن في حاجة من الضوار بكر ببصلها وبقول انزل يا صدفة اعمليلي كباية شاي تجيلة راسها الطج طول النهار لف عشان ورق الجيش متعقرب واه هو انت مش لساتك شارب الشاي تحت ولا هو مزاج عندك تشغلني وبس جوم هات لحالك بكفياني شغل طول النهار في الضوار ولسه يا اخوي لما تروح الجيش واللي هتعملوا في امك وبالخصوص ان السانيورة وعد مرة اخوك قال ايه هتروح الجامعة واني هبقى الخدامة للضوار كلاته واه يا صدفة وانت تخدمي ليه من جلة الخدامين في الضوار واه ليه له انت تاهي عن امك واللي بتعملوا معاي واه ليه طبعا ام ليه هاني جوازتي ما كاناتش لد عليها ولا على هواحة امك ما قدراش تنسى اني جوازي منيك اتفرض عليك بالغصب هام يا بتعمي اني ما هتجوزش بالغصب ولو ما كنتش رايدك ما كنتش اتجوزتك تاني هام امي لديه طبعها ولا بتعرف تهين حد فاحسلك كني يا صدفة وبلاش جلع ماش سخ وشغل حريم يلا روحي اعمل اللي قلتلك عليه اعمل لك وبايت شاي تاجيل وتمر الايام وتدخل وعد الجمعة وبكر سافر الجيش والفرصة بقت اكبر لصدفة عشان تحقق اللي هي عايزها وتتقرب من ادهم اللي كانت بتتمناه وكانت نفسها تنتقم من وعد اللي خطفته منها بره تدوار صدفة كانت بالليل واقفة بتتكلم مع حد وبتتفق معاه وبتقوله الفلوس اللي طلبتها هي بس لو ما نفستش اللي اتفقنا عليه هاكر عليك اللي يجيب اجلك زي ماني كريعك دلوقت الشخص المجهول الملسم باصل الفلوس بفرحة وقال عيب يا ست الناس داني العربي ولو تحب نخلص عليها خالص ااني في الخدمة لا اعمل اللي قلتلك عليه وبس اتربص وشوف الوقت المناسب ولو وجعت اوعاك سير تتعشي وقتها ما تلمشي لحالك وتنسى ولدك وتترحم عليه كمان دخلت الدوار وهي بتتلفت حواليها علشان تشوف حد شفح ولا لأ ندهت على ازهار ازهار جات لها بسرعة وقالت ايوة ايوة يا صدفة يا بتي عايزة حاجة بيتك بيتك ايه يا وليه يا خرفار انت انا اسمي ستك صدفة نسيت روحك وليه يلا نجري اعمليلي كوباية ليسون دافية ادف بيها جلبي حاضر يا ست صدفة سواني يا ست والليسون يكون عدتك دافي وساخن بالإذن ازهار الدمعة فرت من عينها وهي دخل المطبخ قبلها ادهم اللي كان راجع من برة ولمح دموحها بصلها وقال السلام عليكم كيفك يا خالة مالك هو انت زينة ولا بيت هيقلي انك بتبكي عاد في حد مزع عليك وليه طبعا صدفة اول ما شافته جريت عليه وتتقيدها على كدفة اظهار وقالت عليكم السلام حمد الله على السلام يا ودعمي دخلتي اظهار ام صدع شوي حتى اني قلتلها ترتاح بس هي بجل دماغها ناشفة اما انت خابر بجعاد بجل كيه يا خلتي اظهار روح انت ارتاحي واني هشوف سي ادهم ودعمي عايز ايه دخلت اظهار المطبخ وكلها خوف من صدفة واللي نوية تعمله هقصتر يا رب وجيب العواجب سليمة يا طرى يا صدفة يا بيت محمد دخل البيت دي تعمل ايه ونوي على ايه مع وعد ومع سي ادهم جوزها اما صدفة قربت من ادهم وقالت تؤمر بحاجة اعملها لك يا ودعمي لا متشكرين ام الله ام الامي فين ابوي مهدي خدها وراح يزور مرض شيخ الجامع اصلها بعافية بابا طيب تمام انا طالع اغير خلاجاتي وارتاح حبة بلزني يا بيت عمي طب حتى كلك لجمة تسند بيها طولك انا خابرة ان وعد مرتك ما هياش فاضية ولا منتبها لوكلك ولا لشربك عشان ايه الجامعة شغلها بردك عنك لا ما تجلجيش يا بيت عمي وعد ونعمة الزوجة ومنتبها علي ومنتبها على الكل ريح روحك تبس سلام عليكم لازمة نساعدك انحط الوكل مع بعض خلاص كلهم على وصول يا بتي انت جاية هل كان او تعبانا روح انتي واني هعمل كل حاجة لا يا خالة بك فياكي شغل طول النهار يلا هاتي امال امال صدفة سلفتي فين اني ما شايفهاش واصل ولاني يا بتي ما خبراش اهي مرمية اهي جادي جاعدة في غرفتها طول النهار وحطوا الاكل على التربيزة وتحت نظرات صدفة اللي كانت كلها غلي وحق اذهب بيبصي الام وبقول كيفها ياما مرد شيخ الجامع يا رب تكوني بخير لا والله يا ولدي الولية تعبانا جوي ربك يلطف بيها ربنا يشفيها يا رب ياما وبارك فيك ياما يا صاحبة الواجب وعد باصت لحماتها وقالت له ياما ما تغدتيش انتي وابوي كيف تقعد الوقت ده كله من غير وكل الحاجة مهدي بيبصي الوعد وبقول لهواني هسيب مرتك ده طول النهار وليه طب داني نزلتها البندر وغديتها كمان في مطعم من بتوع ولاد الناس هو انتي فاكرة يا وعد اني ادهم ولدي بس هو اللي بجلعك وليه ادهم ببصي الابو امه بقول ربنا يخليكم لبعض بس ثاني ما بجلعش امرأتي كيفك يا بوي دانا اتمنى ابقى زيك يا بوي ولا حتى نصك مهدي بصي الابن وقال كيف يا ولدي وموافقتك انها تدخل الجامعة مش جلع سيختك فيها انها تروح وتاجي مش جلع وعشقي كمان ربنا يخليكم لبعض لبيبة ما كانش عاجبها الكلام وبصت وقالت والله ما كان له لزوم الجامعة والصار محاكل يوم والتاني في البندر كده عملت عوايد وتجليل غير اللي نعرفوها صدفة بتأكد على كلام حماتها بخبز وبتقول عندك حج ياما وكمان خطر مهما كان هي بيت ويتخاف عليها الطريق واعر وملوش امان وولاد الحرام كتير ومخلوش لولاد الحلال حاجة اذهب ببصر الكل بحزمي وبقول ياما فضناها الموضوع ده وتحدتنا فيه قبل سابق وياما عوايدنا وتجليلنا غلط ولازم ان تتغير مين قال ان البيت اتخلقت بس للدار والجواز والمطلخ ياما البيت دلوقت بقى الدكتورة وسفيرة ووزيرة واني ومرتي واسق فيها تشرج وتغرب هترجع لي ساخسة وكمان هي شاطرة يبقى حرام علي بجا لما حرمها من العلام ياريت كل حي يوفر نصايح الحالو انا جايب سلام عليكم وتاني يوم الصبح وعد كانت بتجهز عشان تروح الجامعة وبتصح أدهم جوم يا أدهم مش قلتي لنك نازل البندر النهاردة جوم بجل اللي ما تاخدني في سكتك صباح الخير يا ست البنات كنت ناوى أجل المشوار ده بس عادي هجوم أجهزها وان شاء الله عبال ما خلص تكوني خلصت محاضراتك وناجو سوا نزل أدهم ووعد الكل تجمع على الفطور مهدي بص الأدهم وقال نازل البندر زي ما قلت يا ولدي ان شاء الله يا بوي هخلص الورج المطلوب النهاردة وفوت على وعد في الجامعة واجيبها وناجي وقبل ما مهدي يكمل كلامه دخل محمد أبو صدفة وقال صباح الخير عليكم بقول لكم انا جيت لكم بدرك ده اكمني يعني عرفت ان الأسعاف جه وخد مرض شيخ الجامع ونزلوا على البندر واني وانت يا مهدي يخوي لازم ان نروح وراه الواجب بردك ومالو يخوي يلا يا ست لبيبة البس اهجومك وتعالي معنا وانت يا ولدي معلش بقى بلاها نزلت البندر النهاردة وخليك حد الأرض والبهايم والتجارة انت عارف ان اخوك في الجيش واني ما أمنش حد غيرك خلاص يا بوي تحت أمرك يلا انت يا وعد وروحي على جامعتك وكل حي يشوف مصالحه وبعد حوالي أربع خمس ساعات رجع أدهم وهو مستعجل وطلع بسرعة على قطه وكان بدور على ورق مهم وساعتها البيت كله كان فاضي وهدي صدفة طلعت وراه ما تكلمتش بس بتقرب منه وهو ببصلها وبقول وهو فيه ايه يا صدفة مالك داخلك ده علي من غير ما تخبطي على الباب ولا تستأذني في حاجة ولا حاجة ولا محتاجة يا واد عمي وفيها ايه يعني لما دخل جاعت واد عمي وشوف طلباته جعان عطشان تعبان وبدأت صدفة تتحرك لحد ما وقفت وحطت ايدها على شعره ساعتها ادهم تنفط وبعد عنها وقال كانك جنيت في عجلك وقال ايه اللي بتعمليه ده بقول لك ايه يا واد عمي اني ما تجننتش ولا حاجة اني بحبك يا واد عمي ادهم مسكها من شعرها وبعدها عنه بغل وقال اه يا فاجر يا جليلة الحياة انت كيف تتجرقي وتقول اللي بتقوليه ده ديتك عندي طلقة دلوقتي واخلص عليك واخلص من عارك يا فاجر انت بس ثاني مش هجهر جلب اخوي لجل واحدة واطية زيك تنزل من هنا تدخل جاعتك ملمحش خيالك جدامي وإلا ما تلوميش اللي حالك صدفة نزلت جاري على قدتها صدفة نزلت جاري على قدتها والخوف هيموتها لكن برضو كلمت نفسها بقوة وقالت اتصرعت انت برضك يا صدفة كنت استنيتي لما المراد يتم الليلة وساعتها اتجرب منيه وتقولي له عالي في جلبك بس ملحوجة يا واد عمي صدفة اللي بتفكر به وبتحلم به لازم ان يتحقك فكر يا صدفة واللي انت عايزاه هيحصل وما فيش حد هيعل عليكي والفضيحة هتنولك يا أدهم وتنولصد الحسن مرتك بتاعة الجامعة ودلوقت اللي في راسي لازم ان يحصل واحرق جلبك وكلك ووريكم صدفة هتعمل ايه هاحرق جلب ابوك اللي نسني بالتخوف واستنى لما ابوه يعرضني عليه هاحرق جلب بكر جوزي اللي متجوزني صادقة وشفقة ودايما يعيرني اني مانيش زينة ولا حلوة كيف وعد مرتك وحرق جلب أمك اللي فاكرة انها احسن من الكل وماعتبراني خدامة عنديها اني وانتم والزمن طويل يا ولاد لبيبة والحد هنا بيخلص الجزء الاول يا طرى صدفة هتعمل ايه كل دي احداث مسيرة وجديدة بكرة في الجزء التاني والاخير استنوني دمتم في حفظ الله اشتركوا في القناة